ضربة البداية كما تعودتوا مع مقالي ومقاله الفار مطلب أهلاوي الحقيقة فيه ناس مش عايزة تاخد بالها أبداً ولا عايزة تعترف إنه النادي الأهلي في كل مطالبه ومش عايز إلا العدل والعدالة ومش فارق معاه العدالة إذا تحققت تضره أو تفيده فقط بيطالب إنه النظام يبقى فيه عدل إن المسابقة تبقى عادلة إنه قليات التحكيم بتاعتها تبقى عادلة مجرد ما اعترض الأهلي على انحياز محمود عشور في مباراة الأهلي وفارقه بشكل واضح وصريح وعايز أقول لكم الجديد إنه الموقع صدى البلد يمكن نشر النهاردة ما يفيد إنه كلاتنبرج الإنجليزي لما تعرضت عليه الواقع بتاعة هدف الأهلي في فارقه أكد إن الهدف صحيح وإنه مشاف فيه مبارد لتدخل الفار لإلغاؤه لا الموضوع أكبر من كده أستاذ إبراهيم الموضوع إن فيه تدليس لما أنت المعايير التي يحتسب بها التسلل متاخد غلط هو ده ما ربط الفرص سيبك الجون بقى الجون يطلع إيه الجون مش يطلع إيه هو الذي يعني أشار إلى فساد مؤكد وسوء نية حاجتين في موضوع ملعب نهاية أفريقيا عندما أرسل من الاتحاد المصري خطاباً اترافع منه بند من البنود فما بقاش سهواً بقى عمداً وإرادة في قال يا سفيد الأهلي من هذه الفرصة ممر اثنين لما تحط النقط غلط عشان تأكد وجهة نظر تلغي بيها هدف للنادي الأهلي هذا تدليس ولذلك الأهلي يصر على التحقيق مش عشان يقولوا الجون صح ولا غلط الجون اتحاسم عند الناس كلها بس مش هيتعسيب لك بالضبط إذا روحوا بروتوكول الفار والحاجات كتيرة اللي أضعت على النادي الأهلي أكتر من 11-13 نقطة وحسبناهم هنا ويتقال لك أن النادي الأهلي متعسر يتعسر لأن حضرتك بتعسره بالإضافة لظروفه الشخصية فالقضية مش قضية هدف قضية نواية ولذلك أستاذ إبراهيم أنت بتنخش دلوقتي قضية الفار وحتقول أن النادي الأهلي أو النادي كان عايز الفار وكان عايز الفار لإيه عشان يبقى عندك درجة من درجات الاستئنافة التي تصفر عن العدل لكن أي إجراء حتخده يبدأ بمجهود بشري هو خاضع خاضع وقابل للأخطاء المتعمدة عندما يكون الأمر في هذه الفسحة من الوقت للتأكد من الحقيقة الحكم كانت بتقول لي بيصفر في ثانية ماشي ممكن يغلط لكن عندما يتحى لك فرصة التقادي والتمعن والتأكد جبتلي مرة حكم خامس كان واقف يشارك في اللعبة بتاعة أزارو في ماتش المقاصة إنتاج الحرب ولا إنتاج الحرب إبراهيم نور الدين أغفالها هو أقول به يعني كاننا إشارة أصمعها الحاجات دي بتبقى كشيفة لما حتحط الرجل ده تنقله لغرفة الفار حيتصرف بنفس الطريقة فمش الفار مش المكن العفو البشرة أستاذ إبراهيم مش في المكن طيب لما الأهل تحفظ على كده كل الأصوات الأخرى طلعت تقول الأهل عايز يلغي الفار والأهل مش طايق الفار ومش واخدين بالهم أو واخدين ومش عارفين ومش فاهمين ومش عايزين يفهموا إنه فعلا الأهل كان بيطالب بالعدالة من بدر عوي وأول من طالب بتقنية الفيديو كان النادي الأهل وأصر عليها وكتب لاتحاد الكرة وقت ما كان رئيسه هاني أبريدة أكتر من مرة أخرها عشان تبقوا فاكرين في 19 أغسطس 2019 الأهل يطالب اتحاد الكرة بخطوات فعلية لإيقاف أخطاء التحكيم وقال ساعتها التأليل بتاع النادي إنه الأهل أرسل خطابا زهر اليوم اللي هو زهر 19 أغسطس 2019 خطاب يؤكد فيه على رفض القاطع للأخطاء التحكمية الفجة التي كبدت فريق الأهل الكثير في بطولة الدور والكاس هذا الموسم وأن النادي سبق وأنحذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق التقديرية وعرض في السابق الحل القاطع بص الأهل بيطالب الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الفار وتعهد التحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي بتتكلم في يناير 2019 للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية وأكد الأهل في خطابه اللي بقول لكم الكلام ده بتاع النهاردة الأهل بيقوله من 2019 ومحدش بيسمع على أنه تحمل فوق الطاقة ونفذ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب التحاد الكرة كان وقتها برئاسة هنا بريدة اتغيرت لجنتين بعدها عمر الجنين واحمد مجاد ودي جمال علام ومن يومك يا جارة وانت على دي الحالة وجاء فيه الخطاب أن النادي يتطلع لإعلان التحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية حرصا على نجاح المسابقات في الموسم الجديد وقال أنه التحاد الكرة قال أننا سبقتنا إليها اللي هي خاصة الفيديو كل الدول المتقدمة في لعبة كلها القدم بتطبيق تقنيه تحكم الفيديو المساعد ويدرس الأهل حاليا ما لم يكن يتمناه ما لم يكن يتمناه وهو الطلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة عدة ملاحظات طب أنت بتطالب استبعاد ناس حكام ساحة وحمله خطوط ومش هيتنقول لك من الملعب للفار يعني هو الحقيقي النادي القالي أرادا يقول محدش هيبقى عنده الجرأة بقى في حاجة بتعيدها بالبطيق وعندك درجات من درجات التأكد أنك تتحكك تتحكك بالخطأ البشري لأن أنت في الحالة دي بشر ما عندك وقت ما كان يخطر ببال النادي القالي لا يا عم أنت طيب قول وأنا قلت لك وقتها في دي بالذات وأنت بتقرأ نفس البيان البشر قلت لك طالما أن هناك بشر ما تعودش تقول لي العدالة العدالة تتحقق بالضمار يا أستاذ إبراهيم لكن هنقول أيام جنيني وأيام بريدة وأيام جاهد وأيام أعلام وأيام محترامي للجميع طب تغير اسم الشركة المنتجة للدواء لكن الفروميولا التركيبة هي هي فلما يجي يقول لك خد أنا معنديش ده بس عندي البديل حديك نفس النتيجة معناها إيه إن المسألة مش في مش في اسم الدواء مش في اسم المنتج إنما المسألة في التركيبة إحنا ما بنغيرش في التركيبة اشتركوا في القناة